وهنعمل رؤاق طاري طبعا كل سنون طيبين بمناسبه العيد طبعا احنا بنعمل رؤاق الناشف فيه رؤاق طاري رؤاق طاري اللي هو ده انا طبعا مكلفتال ان ده بينشف بسرعة قوي يعني لما تجيبيه لازم تكلفتيه كده اهو ده رؤاق طاري بتعمليه تقدري تتحكم في غير الناشف اللي بتبلي بالشربه ده هنعمله النهارده بكذا شكل ده ممكن تعمليه تقديم على العيال ياخده المدرسه تعمليه الجوزك ياخده سندوتش كده ياخده معاه في اي حته تديلي العيال ياكلوه في المدرسه تعمليه في البيت بيبقى حلوه قوي قوي ممكن تحشيه اي حاجه عندك فايده هنحط بقى كده شوية بصل يعني انا يا جايبين مثلا ربع كيلو صدور فراخ هتخطينه قيمة بصلية حلوه كده او تخطي بصلية تكون كبيره شوية هنخرط لها قرنفلفل ده حرق ممكن تحطي حرق وممكن ما تحتيش لو هتعمليه العيال صغيره ما تحتيش فلفل حرق كفاية قوي تحطي ايه شرختين كده فلفل رومي ممكن تدفلها اي خضار اي نوع خضار تدفها لها الرؤى الطري زي ما قلت تقدري تعمليه بالعجوه عندك بلحتين فايدين في البيت عاو تشتري بلح لان احنا في موسم البلح والبلح كتير احشيها باي حاجه بفراخ بلحمه مفرومه عندك حتة لحمه بيته في التلاجه اعمليه للعيال وقوارلهم وديهم حاجه زي الفل وحلوه قوي ترجمة نانسي قنقر